جاو كاريسيما وكاريسيما بنتم ناتيني نوفي فيديو أهلا بيكو في فيديو جديد معاينة من برناميقنا فاتشلي فاتشلي وقناتنا إمبارا كون سارة عشان ناخد النهاردة مع بعض نكمل قوني تاتشينكو طبعا اللي بتكلم عالا كازا ونشوف النهاردة دوفي لابالا دوفي لابالا لابالا اللي هي الكورة زي ما انتو شايفين في السور هو ليه هنا بيقولي السؤال دوفي لابالا فين الكورة رفع عليكو عشان زي ما انتو شايفين دي عبارة عن تعبيرات للمكان اللي هي بالإيطالي أسبريسيوني دي الواجو أسبريسيوني دي الواجو يعني تعبيرات المكان او زي ما احنا بنقول ظرف المكان لأفيربي دي الواجو اوكاي هناخدهم كده صف صف ونقرههم مع بعض ونشوف كل واحدة فين مكان الكورة بالنسبة للسكاتولا العلبة اللي قدامنا علبة اسمها سكاتولا اوكاي اول حاجة سينيسترا سينيسترا يعني شمال يبقى سينيسترا معناها شمال لكن لو انا عايز اسألك دوفي لابالا فين الكورة هتقول لي لابالا اي اه سينيسترا دلسكاتولا ايه ده ايه ده ايه ده كل ده احنا مش لسه قيلين اسمها سينيسترا شمال وخلاص او منتخلي بالك سينيسترا لما قولك عالشمال واسكت لكن لما قولك على شمال حاجة لازم تاخد حرف الجر دي فبيبقى اسمها اا سينيسترا دي طب تمام ما انت قلت كده دي وبعدين رحتي ايه لدلسكاتولا هقولكو برضو علشان انا لازم ادمج الدي مع عادات التعريف المناسبة للاسم اللي جاي بعدها فانا عندي سكاتولا علبة بتاخد لا لما بدمج لا مع الدي بتبقى اسمها دل لما هاجه اسألك تاني دوفي لابالا هتقول لي ايه لابالا ايه سينيسترا دلسكاتولا فهمنا ايه كده اوكي عندي بعد كده ديسترا ديسترا يعني يمين دوفي لابالا يبقى ردي هيكون لابالا ايه اديسترا دلسكاتولا ايه ده هي زي سينيسترا او زيها بالزبط بتاخد برضو اديسترا دي يبقى انا عندي اسينيسترا دي اديسترا دي طبعا ما ظهرت الكوشي الكتابة تاني عشان هي نفس الجملة اللي احنا كتبناها من شوية اللي هي لابالا ايه اكتبوها قدامكو في الكراسة عشان هي هنستخدمها في كل الجمل بس على حسب الزرف المكان اللي انا هستخدمه بيتعامل مع ازاي طيب نجل اللي بعد كده عندي سوبرا سوبرا يعني فوق دو فيلا بالا لابالا ايه سوبرا لاسكاتولا ايه ده مستخدمتيش اه ولا دي ولا ايه حاجة ايوة عشان سوبرا ما بتاخدش غير الادات التعريف بتاعة الكلمة بعدها وبس فبقول سوبرا لاسكاتولا فوق العلبة طيب دو فيلا بالا في الصورة اللي بعدها برافو عليكو لابالا ايه سوتو لاسكاتولا يبقى انا ثابت معايا جملتي لابالا ايه وببدأ اشوف الكلمة اللي قدامي عشان اعملها صح تحت العلبة اللي بعد كده دو فيلا بالا هي فين احنا مش شايفينها اه عشان ورا العلبة اسمها ديترو ديترو لاسكاتولا ايه ده هي ديترو زي صوبرا وسوتو اه ديترو لاسكاتولا وورا العلبة اللي بعد كده دو فيلا بالا فين القولا اه reluctant يبقى اسمها دو Media يعني دو لي اللي قياً لنا لو عيز أول لو ديم الاعلبة يبقى اسمها دو 되는데 الاسكاتولا دو فيلا بالا الد optic دو فيلا بالا الد animales جاوبوني يلا برافو عليكم لابالا اي دينترو لا سكاتولا كوزفو الدير اي دينترو او كاسي نيفيكا دينترو معناها اي دينترو طبعا من الصورة واضحة ان هي جوة دينترو لا سكاتولا وبرضو دينترو بتيجي مع عادة التعريف بس من غير حرف جر بعد كده عندي فوري 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 محدش يقول فوق عشان هي الكرة بفوق بس هي هنا المقصوب بيها برر العلبة اسمها فوري دوفيه لابالا لابالا اي فوري لازكاتولا بردو فوري لا على طول فوري لازكاتولا ننزل لاخر مجموع عندي vicino يعني الكرة فين برافو عليكم هي ممكن حد يقولي على يمين العلبة وممكن اقول قريبة من العلبة لانها لازق فيها اه فقولتي vicino لابالا اي فوري لازكاتولا يعني قريبة من العلبة بعد كده عندي لونتانو لونتانو يعني بعيد عن لونتانو لونتانو الوحدة لما اقول الحاجة بعيدة واسكت لكن عايزة حدد ان الكرة بعيدة عن العلبة هقول سورة اللي بعد كده انفندو انفندو المقصود بيها في العمق المقصود بيها اكتر هنا لما بتكلم على مثلا ممر بتكلم على شقة بمعنى اصحة لما عايزة اقول جوه بس بعيدة شوية لان انا في العلبة بقول جوه العلبة على طول هي حاجة مساحتها معروفة لكن لما اقول انفندو يعني في الداخل جوه هناك يبقى كده ده المعنى المقصود بانفندو تمام فانا بقول ده المقصود بانفندو يعني جوه هناك تمام اللي بعد كده ترا او فرا ترا فرا بمعنى زي ما انتو شايفين في الصورة بين فعجي اسألك ده المقصود هتقولي المقصود بانفندو البالة اترا لدو سكاتولي المقصود بانفندو البالة اترا لدو سكاتولي يعني الكرة بين العلبتين اللورة تكأتي ودلوقتي اتدور عليك لازم تعمل ايه يا ترا هسألك بقى سؤال بالعكس واقولك دو فيلا سكاتولا فين العلبة عشان تستخدموا كل الجمل دي تاني بس تتكلموا المرة دي على السكاتولا فهتغيروا الكلمات اللي تحت وتستخدموها صح مناسبة زي ما انا شرحت معاكم بالزبط وعرفتوا كل واحدة بتستخدم لوحدة ده ازاي مستني اردوتكم في الكومنتات والجملة اللي استفدتوا بيها وياريت تكتبولي ايه اكتر كلمة في دول فهمتوها او علاقت في دماغكم او بتستخدموها كتير بكده تكن خلصت حلقتنا النهاردة وانتظروني في حلقة جديدة وما تنسوش لو اول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولو انتو عندي اريدي فياريت تشيروها لكل اصحابكم عشان يستفدوا وتدوسوا لايك لو كانت الحلقة عجبتكم وبرضو ما تنسوش تعملوا الواجب بتاعكم معاكم سورة الذحاري اللى بروسيما شاو شاو اشتركوا في القناة